البطاطس شغالة كويس هنسيبها شوية على النار هنحط برضو شوية ملح صغيرين جدا في المياه التانية اللي بتغلي اللي هنحط فيها السوتين مش عايزين نزود الملح قلتلكم مفيش زبدة كتير في الاكل ده فحشيل الزبدة هنبتدي دلوقتي نقطع اللحمة اللحمة دي طبعا لو عملناها كده زي ما هي هتاخد وقت كتير قوي نها تستوي فعشان تاخد وقت اقل طبعا الزيادات دي ممكن نقطعها ننضافها شوية وزي ما قلتلكم هي كادت اكبر من كده بكتير في الاول ولكن احنا شلنا الزيادات دي كلها وهتتفرم ممكن تستخدمها من هي لحم وفروما يتعين بيها مرأة عشان اللحمة دي تستوي بسرعة فاحنا هنقطعها بالطول كده هتتين بالطول فلما نقطع اللحمة هتتين بالطول فده معناه ان هي هتاخد نص وقت السوى اللي هي هتاخده لو حتة واحدة للأسف ما عندناش سكنت الجزار دي اللي هي شبه السنجة هنحط عليها شوية زيت زتون شوية ملح وفلفل طبعا الملح والفلفل مع اللحمة من اهم الحاجات في التدبيل خاصة الفلفل مش الملح وحوريكم بقى في علاقات تانية ازاي نقدر نعمل ستيك بالصوات مختلفة وازاي الستيك ممكن يطلع مستوي وفي نفس الوقت طاري جدا ولو عندوكم اسئلة على ستيك بعتولنا على الايميل او على اي حاجة تانية في واحدة بقى بعتت لنا ايميل هنحط روز ميري الاول بعدين اقول لكم على بعتت لنا ايميل ده طبعا مش حاضر اقول اسمها لان هي بعتت لنا بتقولنا ان في واحد هي بتحبه جدا ولكن هو للأسف ما بيشاركهاش نفس او ما بيبدلهاش نفس المشاعر وبيحب واحدة تانية صحبتها والمية بتدت تغلي اللي احط فيها السوتين وطبعا المشاكل دي بنشوفها على طول واحدة بتحب واحد بس هو بيحب واحدة تانية واحد بيحب واحدة بس هي بتحب واحد تاني ما عارفش ايه الموضوع مساهل يعني والناس تحب بعض وخلاص لازم دايما يبقى في عكة وايميلات والكلام ده خلاص تب بلده نحيا من اللحمة هنتقبل الناحية التانية اللي هي فيها دهن اكتر شوية والعملية تمام وكله بيغلي المطاطس قرار بتتخلص او تخلص مادئيا وهنتقبل كويس اللحمة وعايزين نلم الحاجات اللي واقعة على البورد ما نهضارش في حاجة طبعا في شغل المواقع كده بيسموها ايه ساقة المونة يعني بتاع المحارة شغال بيقع منه مونة وهو شغال فلازم طبعا لو مهندس كويس يقوله لمعا عشان ايه دي فلوس ناس نوضف ايدي هنولع النار على الشوية عايزين النار تبقى عالية جدا على الشوية علشان اللحمة لما تنزل لو النار واطية هتنشف بسرعة احنا عايزينها تتحمر كويس من برا وتبقى طريقة شوية من جوا وهنعمل برضو حاجات زريفة مش هنحط اي زيت في الطاصة احنا خلاص دهانا اللحمة زيت احنا عايزين نشوي اللحمة مش عايزين نحمرها الميا دي بتغلي احنا خليها تغلي مش مشكلة والبطاطس خلاص عشان نعرف هي استاوت ولا لأ فممكن بسكينة لو جينا سكينة كده في البطاطس هنلاقيها لسه نشفة شوية فقدامها ديئتين تلاتة هنقطع برضو المشوم بان انا قاعدين كده فقدين مستنين طاس تسخن عشان المشوم ده هنحطه مع السوتية بس مش هنحطه مع السوتية في الاول هنحطه في الاخر الطاصة كده سكنت هنحط اللحمة هنحط اللحمة التانية طبعا ممكن يبقى الناس بتسأل هي دي لحمة تكفي قد ايه دي طبعا حتة لحمة كبيرة تكفي محمد نوح محدش ثاني ياكل معاه البطاطس خلصت هندفي عليها ونصفيها في مصفة ونسيبها تبرد شوية ونخلي الطاصة موجودة عشان لسه هنشوح البطاطس في الاخر نسيب البطاطس في الصفة في الخط مش عايزين نغسلها واللحمة تمام طبعا عايزين اللحمة تبقى على النار عالية جدا علشان مش عايزين اللحمة تقعد تنزل في الماية بتاعتها هنعايزينها تتشوي عشان لسه بعد اما تتشوي في حاجات تانية هنعملها فيها اللي فيجي نعمل السوتية هنحط كل الحاجات مع بعض مع هذا المشرم موسيقى طبعا البرة في اوروبا وامريكا اللي تبخوا انواع لحمة كتيرة جدا بواين او اللي بيت اللي هو الاحمر طبعا عشان في مصر دولة اسلامية اغلبية الناس ما بتشربش واين لابع صعب ان احنا نطبخ بواين ولكن ولكن الميزة في الواين مع اللحمة هو موضوع العنب ده لان الواين الاحمر معمول من عنب متخمر فانا حابقى واريكو انواع لحمة كتيرة سنية وستيك بالعملها بسوس عنب وطبعا العنب الاحمر بالذات بيساعد على ان الدهون تدوب اللي في اللحمة فالواحد الشرايين ما تفسدش بسرعة تاخد وقت اكتر شوية اللحمة شغالة تمام هنحط بقى على السوتيدة سكر ما ندخلش في السكر شوية سكر محترمين ونقلب السوتيدة اللحمة ريحيتها خفيرة طبعا طبعا هي المية بتاع تستيبط تغلي عشان الخضار نفسه سائع آآ ولكن فاول ما تحطت فيه درجة حرارتها نزلت فاول ما تبتدي تغلي تاني حيبقى ستخل سندفع عليه اللحمة تمام وصديقتنا اللي بعتلينا الايميل بتاعة الولد اللي بنحبه عايزانا نقولي الولد ان هو ينسى البنت التانية لان البنت التانية اصلا ما بتحبوش بتحب واحد تاني فانا شايف بصراحة ان العراقة بقت معقدة زيادة عن اللزوم وفيه برامج قادرة مننا في حال المشاكل دي سواء على الراديو او التليفزيون فاحنا هنا جينا كل عيش مش عايزين نخش في علاقات حب وكلام ده زي ما احنا شايفين اللحمة تستوي ولو فيه كاميرا ممكن تجيب اللحمة يبقى نزيز عشان اواريكم اللحمة من فوق متحمرة ازاي ومن جوة من ناحية دي لسا ناية شوية دي ما احنا شايفين اللحمة من هنا لسا مستويتش من جوة ولكن هتستوي حواريكم هنعمل لسا فيها ايه ومن بره من هنا هتتحمر ومعليني النار عالاخر مش عايزين نوطي النار خالص في اي مرحلة من المراحل في نفس الوقت انتصل لسلقنا تيها البطاطس هنحط شوية زيت زتون صغيرين طبعا العرق الفلت ده من افخر انواع اللحمة في مصر بره فيه اطعيات ستيك مختلفة ان شاء الله ممكن في حلقة لو عارفنا نجيب اا اا نص بقرة كده نوريكم تشريح البقرة عامل ازاي نص الاول يفعل تامن البورد ده وبعدين نشوف موضوع البقرة هنقلب الستيه والستيه شغال تمام والستيه ده بعد اما اخلص هتلاقوه بيلمع كده عشان السكر اللي هو دايب في المية ومسك فيه زي ما قلت لكم فيه اطعيات لحمة مختلفة وطبعا على حسب كمية اللحمة اللي بتطلع من كل اطعية بيفرق في سعرها زي ما انتوا شايفين انا بدوس عليها باين ان هي لسه طرية جدا مع ان هي محروقة من فوق وهي دلوقتي والرابط تخلص انا هتلاع لكم الاول ميديم يعني لسه من جوه ناية شوية وقطعها واريكم من جوه عامل ازاي واريكم لو عايزينها بعد كده تبقى والدن هنعمل ايه ولكن اهم حاجة ان احنا نسيبها حمر من برا كويس زي ما احنا شايفين اللحمة ابتدت اا تكيش شوية مش عشان مخشوشة ولا حاجة علشان الدهون اللي فيها ابتدت تسيح هنحتاج هنحتاج 3 فصوصتهم كده بقشرهم ونحطهم على الزيت ده اللي هنحط فيه البطاطس وهنحتاج طبق نطلع فيه اللحمة بس ممكن ننظف البورد الاول طبعا مش ده طبق اللي هنعرف فيه اللحمة بس هنطلعه فيه عشان ترتاح لازم اي الحوم ما شوية بساطا اللحم الحمره نسيبها ترتاح شوية هوريكو ليه دلوقتي البطاطس برضه ممكن ندقها بدلا ما احنا عاديين فاضين نشوف اللحمة اغبارها ايه كده اللحمة تمام هتلاعها في الطبق نقاط فيها النار نشيل الصانية عشان اكتصى انا اسف عشان احنا نحتاجها تاني وهازيب اللحمة على جنب خمس دقايق هولع على الزيت والطوم وارجع البطاطس هنا واطفي عالسوتية وشغالين تمام وصفي السوتية بقى كمان واسيبه كده يتصفى وخلاص خلصنا الطاصة دي هنطلع دلوقتي نشوف تقارير عن الروزماري ولما نرجع نكمل البطاطس السوتية واللحمة واريكو هنعمل فيهم ايه الروزماري طبعا من اشهر انواع النباتات والخدروات هو شهر عندنا في مصر الدول العربية على انه نوع شهير من التوابل اللي ممكن تضاف الى طبق السرط الخضرة او توضاف الى أطباق احنا ممكن نعملها في المطبخ الصحي بتاعنا الروزماري بيضاف الى الدجاج وهو بنتبخ الى اللحوم هي بتنتبخ ايضا الى الاسماك ده عن طريق احنا ممكن نعمل منه ماكس كده بتنقع فيه مادة بروتينية سواء كان اللحم او الدجاج او السمك الروزماري ممكن يضاف الى ليه برضو بعض الخلطات زي الزعتر وعصير اللمون والبرطقان فكرة الروزماري وقيمة الغذائية احتواء على صورات حرارية عالية وقيمة غذائية عالية فيه انه اشهر حاجة فيه لمواد المضادة للاكسادة هو بيحتوي على مواد مضادة للاكسادة قوية جدا بتمنع وتؤخر من شخفة الخلايا بتمنع تكون الجلطات في الدم ايضا بيحتوي على بلطايا لزوزو الطيارة بتقلل من عصر اللي هضموا الام المعدة ويخفف جدا من الام القرح المعدة ايضا الروزماري من حيات الكواسي جدا بيساعد على ضبط كوليسترول الدم للمرضى اللي عندهم ارتفاع في مستوى كوليسترول الدم اخيرا هو مفيد جدا لكل مرضى القلب الناس اللي عندها ازمات قلبية الناس اللي بتعاني من الزبحة الصدرية بيحتوي على مادة بتوسع شوية من العوية الدموية وبالتالي بتساعد في ضبط ضغط دم وتقليل من النواة القلبية الروزماري ده برضو من الاعشاب المهمة جدا للمحد شادر استغنى عنها في برضو في الاكلات في العلاج للشعر وكمنترس برضو عشان خطر السمك بيدي كريحة وطعم والفراخ والمشويات يعني بيتحطي في حاجات كتيرة احنا نخصل عليه ازاي؟ اولا لازم نخصل عليه من مصادر امينة جدا لازم نبقى متأكدين ومتيقنين انه مصادر تغزينه جيدة يعني للاسف طبعا احنا بنجيب الحاجات دي من المصادر ما عند العطارين فلازم يبقى عطار مشهور بسمعة ومشهور انه هو كفاقته كواسي جدا في تغزينه ويبقى المكان نضيف ومعقم الى حد ما بدأنا في مصر دلوقتي نجد بعض الصادريات النباتية بدأت ان فيه صادريات نباتية موجودة في مصر بدأ بعض الزمله من الصيدلة يفتحوا صادريات نباتية بيبقى موجود فيها كل انواع التوابل وكل انواع العشاب اللي ممكن تبقى مفيدة للمرضى ممكن استعمله في صورة مجففة فهو ايضا ممكن يضافك مقبلات الى طرق سارة الخضرة ممكن يشرب كمشروب مغلي الرزميري من الحاجات الكويسة جدا اللي له علاقة ايضا كمان بزادة معدل التمثيل الغذائف في الجسم وبالتالي هو مفيد ايضا لمرضى السمة ومرضى التخصيص رقم ثلاثة ممكن يشرب كمشروب او منقوع الرزميري نفسه مهدئ جدا لعلام السعال والكحة والناس اللي عندها بلغم كتير جدا هم مزيب للمخاطل بلغم بصورة جديدة اهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل زي ما احنا شايفين البطاطس حتناها في شوية زيت زاتون هنعمل نفس الموضوع في السوتية عشان ينشف شوية من الماء اللي فيه طبعا كلمة ينشف دي لها معنيين ممكن اول معنى ليها ينشف يعني بقش فيه مية وينشف التانية ان هو يسترجل بتلاقي واحد مثلا بيزعق لابنه ينشف يا ابني او في الجين مثلا ينشف عش اللي كان فيها ونتخلص من السوتية احنا مش عايزين نزود عليها اي حاجة هو كده تمام احنا بس محتاجين نزود على البطاطس شوية بوهارات اللي احنا اعرفينكم بيها كل حلقة شوية نعناع ناشف شوية ملح وفلفل وروزماري شوية فلفل كده خلاص البطاطس بتخلص والسوتية برضو عايزينه بس ينشف شوية ينشف يعني يسترجل مرادي زي ما تشايفين السوتية بيلمع والازيز كل ده من السكر ولا زيت ولا اي حاجة هنحط بقى اخر حاجة شوية المش شمدول مع السوتية نبديهم تقليبة والبطاطس تمام ممكن نزود عليها شوية زيت زتون واللحمة لها بقت في التمام نشوف بقى اللحمة عصل فيها ايه زي ما انتو شايفين اللحمة نزلت العصارة بتاعتها اول مية مع شوية دم وزي ما احنا بنقول ربنا ما يجيب دم بس دم اللحمة ده انا شخصيا بحبه وبحب اللحمة تبقى ميديم ده يعني شايفين لما بدوس عليها بتنزل مية طبعا زي ما قلتلكم لو احنا بنحب اللحمة ميديم لازم الاول نطلعها في طبق على جنب علشان لو حطناها على طول في الطبق اللي احنا قدم فيه فحتتقدم اللحمة عايمة كده في الدم من شكلها مش لطيف احسن ان احنا نخلي الناس تفوجة ان هي ميديم زي ما انتو شايفين بقلب بين الين والشمال يعني قمة الامكانيات فقط على دريم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اعداد دي اللي هي بتاعت الحسابات يقول لك انت عليك اتنين كيلة بطاطس بس البورد مش عجباني نجيبها احنا واحدة تانية هنطلع اللحمة على البورد واللي وقع منها ده او المياة اللي نسبة منها دي مش عايزين نتخلص منها دي هنستخدمها الطاصة اللي عملنا فيها اللحمة دي هنرجعها تاني هنا وحطف على البطاطس وهولع على الطاصة دي ونبتدي نقطع اللحمة شرايح ونرى ماذا يحدث بداخلها زي ما انتم شايفين اللحمة من جوه حمرة النوع اللحمة ده انا بفضل ان هو يتاكل كده ولكن لو الناس ما بتحبهاش كده فيروحوا ياكلوا في حتة تانية او هنسويها هنا فنقطع اللحمة سليس كده نرجعها في طبقه ده عشان بتقعدش تنزل ميا برا ودايما بيفضل حتة شكلها وحش في الاخر دي بيكلها اللي بيطبخ مش محدش يزعل خطيرة والله العظيم حاطي بس عالسودية عشان ما يتحرقش قمة المتعة على قناة دريمي وقمة اللحمة ونفس الحتة الوحشة دي هاكلها خسرنا شوية ماية معلش هرجع بقى اللحمة وهنا عشان تستوي عشان اللي بيحبوش اللحمة ميديم نعملها والدان والموضوع سهل جدا ونزيز في الماية دي هرجعها مع اللحمة لانها بتاعتها اصلا طعيب ناخد حاجة بتاعت حد وزي ما انتو شايفين فقرات لا تنتهي من المتعة مع اللحمة والسوتية شوية بقى نخلي بلسامك طبعا الناس دلوقتي بتقول قرفنا بنخلي بلسامك ده بتانو نقل قية ربنا يسامحكو احنا جاين ناكل قيش ونستخدم خلي بلسامك خلاص كده العملية بتخلص هعرفش بقى انظام الوقت هل مثلا اطلع دي كاتباحه ولا نقفل على كده طبعا انواع الستيك كتيرة جدا في تي بون ستيك اا وفي سريليون ستيك في انواع كتيرة جدا كتير منهم مش موجود في اللحمة البلدي اغلابياته في اللحمة مستوردة فها يبقى موجود عند الجزارين اللي بقى السوبر ماركت مش موجود عند الجزارين اللي في الشارع ان شاء الله في حلقة نحاول نستضيف جزار ايكم معا عاجل ولا حاجة ونقتله على باب الستوديو وندخله سايح في دمه واتلبولنا البوليس بس باعدا ما يدفعوا كامل البوردي تعالوا المرة جاة واريكم البوردي الكبير بقى كده خلاص اللحمة استوت احنا جاين طبق تاني طلع اللحمة طبعا البوردي ده خشب ارو مع خشب بيتش باين معزول كويس جدا ومتغري في بعضه كويس فلكوا ان تتخيلوا تمنوا نوضفنا عليهم ايجار الميزان وطبق البيتزا ويطلع الموضوع خطر كده احنا خلصنا اللحمة برضو هنسيبها ترتاح عشان لسه برضو هتنزل مية بتاعتها بس هي كده خلاص بقى اتوالدان وطرية جدا وخلصنا البطاطس وخلصنا السوتية هنطلع نشوف تقارير بنسأل الناس في الشارع يفضلوا لحمة الكندوز واللحمة البتلو والتلكم لحمة الكندوز هي البقر او الجموس الكبير واللحمة البتلو بتاعة الاجول الصغيرة ونرجع تاني نقدم الكلام ده ونكله لأ اللحمة انا بحب اللحمة الكندوز اكتر ولا البتلو بحب اللحمة البتلو اكتر انا احلى شربة بحب ههي شرو بطالخدار لانها هي ممفيده جددان كلها خدرواط وخفيفة لأ بحب اللحمة البتلو تراكي الف تل нак بتلو طبعا سلقة خفيفة يعنت تغرب تنسلة وتغرب طيب ميحة على المعدة يعني قفيفة بالنسبة للسنة طبعا البتل أولا البتلو بتبقى أخفة بتبقى أحلى يعني كان دوستم عن البتلو بتبقى أحلى اللحمة اللي بحبها أكتر البتلو عشان تقريم تستوي أسرع وتبقى مفيدة أكتر مفيهاش دون أكتر